عشان نعمل الطبق الحلو ده معي طمطمة قطعه مكعبات وفلفل قليل اول حاجة هحط زيت على النار ومعي تلات فصوص طوم مدقوقين كويس جدا وهبدأ اقلب لحد ما خليهم ياخدوا اللون الدهبي اهم حاجة اول ما لقيه دخل في اللون ده محضرة فنجان من الخل وهديهم تقلبتين وبس كده انزل بالطمطم للم قطعه مكعبات وافضل اقلب اول ما تاخد غلوتين هبدأ احاول اهرس الطماطم كده بالمعلاقة بتاعتي عشان ادوبها ويتبقى كده جاهزة معي هحط لها الفلفل اسمر والملح حسب الرغبة طبعا ويكون محضرة معي الفلفل المقلي تقدر تكوني مقطعه او تقدر تكوني سايبه كامل وصفة جميلة جدا ولو جربتها هتدعولي وباي باي